السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن ألم الحوض عند الحامل في الشهر السابع بين نمو الطفل وزيادة حجم الدم وضغط المهبل يمكن أن تشكل مرأة الحامل من الكثير من الآلام المزعجة أهمها آلام الحوض فمع تقدم فترة الحامل ووصول المرأة الحامل للشهر السابع بشكل خاص يمكن أن يزيد الشعور بالألم في هذه المنطقة من جسمها ما يزيد كثيرا من شعورها بالقلق حيال صحتها وصحة الجنين ليس من السهل دائما فهم ما يسبب هذا الشعور غير المريح في منطقة الحوض لكن إذا كنت تعانين من ألم في السلسين الثاني والثالث من الحامل وخصوصا في الشهر السابع فمن المحتمل أن يكون طفلك المتنامي هو السبب بينما يلم طفلك ويزد وزنه يمكن أن يسبب ضغطا متزايدا على العضلات في قاع الحوض وتقدم هذه العضلات الدعم للرحم والأمعاء الدقيقة والمسانة والمستقيم أما أسباب المحتمل الآخر لهذه الآلام في منطقة الحوض في الأشهر الأخيرة من الحمل هو هرمون الاسترخاء يساعد في تخفيف أربط جسمك مع اقترابك من الولادة ولكنه قد يؤثر على مفاصل الحوض أيضا تعاني بعض النساء من ألم بالقرب من عزمة العانة ما يؤدي إلى نوع من الضعف في القدمين وأيضا بعض التنميل في هذه المنطقة سفلة ثانيا متى يدعو ألم الحوض للقلق في الشهر السابع يجب أن تكون ألم الحوض التي تشعر بها الحامل في الشهر السابع خفيفة إلى متوسطة يجب أن ينخفض الألم أو يزول بعد الراحة إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الألم أثناء الحمل فمن المستحسن أن تقوم بزيارة الطبيبة على الفور من هنا عليك أن تزور الطبيبة في حال كنت تعانين من الحمى الألم السابت والمتكرر أو ألم أسفل البطن أو إحساس حارق عند التبول أو تعانين من الدوخة وتشعرين باستمرار بالغسيان أو القيئ أو تلاحظين إفرازات خضراء أو مائية أو دموية ثالثا طرق علاج ألم الحوض خلال الشهر السابع واحد القيام بتمرين قاع الحوض قم بشدة عضلات قاع الحوض كما لو كنت تحاولين تجنب التبول واستمري في ذلك لمدة عشر ثواني ثم قومي بإرخاءها وكرري هذه الحركة لمدة عشر مرات على الأقل لمرتين في اليوم هذا يمكن أن يقوي العضلات التي استخدمها الجسم عند الولادة كما أنه يقلل من ألم الحوض لكن استشير الطبيبة المتابعة للحالة أولا قبل القيام بهذه التمرين اثنين النشاط البدني حتى التمرين الخفيفة مثل المش يمكن أن تساعد في تقوية العضلات وتقليل ألم الحوض بشكل خاص الضغط على الحوض والمهبل ثلاثة شرب الكثير من الماء إن شرب الكثير من الماء وتعزيز رطوبة الجسم خاصة بعد التمرين وفي التقس الحار يمكن أن يساعد في منع الإمساك والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط الحوض في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشارهوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر